سيبوه أول شي طبعا رائعة السينما المصرية المتسول لكلنا كلنا كنا نعيد الفيلم دائما اليوم مرة نستمتع فيه أنا أختلف مع الزميلين لأستاذ عيد والأستاذ ماجد طبعا نتفق أنه الحركة حق محمد العويس التسلق هذه غير صحيحة لكن احنا ذهمنا لآخر المخطئين فالآن في وقت عدم وجود جماهير منطقة صغيرة في المنصة فيها كل المسؤولين الناديين ومسؤولين الاتحاد السعودي مراقبة المبرمة إلى ذلك وهذا المشجع أعطيكم الآن سيناريو وهذا الجالس ليس مشجع المسؤول دائما قد ساوي ألقوا مدري إيش بالله المراقب مسامعه الحكم الرابع مسامعه حكم الملعب مسامعه ذهبنا للعويس أول شيء المراقب يسكته حكم المباراة يوقف المباراة طلعه هذا حكم الرابع المراقب يروح يقول له تسكت آخر انذار ولا تطلع برا هذه كلها شيئة تصير قبل لا تصل إلى مرحلة محمد العويس وبالتالي الاتحاد السعودي الآن لو بيعاقب يعاقب هذول أول هاقب هذول بعدين يعاقب العويس لذا وبناء على هذا الكلام أتمنى أن لا يوقف العويس في المباراة يعاقب غرامة مالية وما إلى ذلك لكن يوقف في المباراة بكل أمانة اللي يتوقفوا اللي كانوا سامعين الكلام وساكتين يتفرجوا كأنهم كأنهم ناس يتفرجوا في المباراة ويجئين يستمتعوا في المباراة وهذا هو الخطأ أنت المنظم يعني سامع المصائب هذه وساكت بالتأكيد هم من أول من يؤاخذوا وهم أول من يعاقبوا وليس محمد العويس هذا لا يعني أني اللي سواء العويس صحيح لا لا ولكن كان آخر المخطئين ويعاقب بغرامة مالية وأعتقد لا تزيد عن ذلك وأنا أتمنى أن لا نشاهد هذه المناظر لو كان المسؤولين اللي فوق المراقب وما إلى ذلك على قدر المسؤولية لما حدث ما حدث في النهاية من محمد العويس